أهلا بكم تصدر هاشتاج مستقبل وطن قائمة الأعلى تداولا عبر تويتر في مصر ووصف مغردون مستقبل وطن الحزب المؤيد للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأنه وريث الحزب الوطني في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وتداول ناشطون بيانا منسوبا لحزب مستقبل وطن جاء مليئا بالأخطاء اللغوية والإملائية ويبدو أن الأخطاء اللغوية قد تأتي بصحيح المدلول حتى وإن تخلت عن قواعد الإملاء فالبيان كما نرى استخدم عبارة محو الإرادة بدلا من محو الإرادة وكان الخطأ غير المقصود يشير إلى محو البرلمان لإرادة المصرين وكانه يشير إلى ذلك نتيجة ما رصده متابعون بشأن الاستخدام الواسع للمال السياسي ووقائع تزوير كشفها مرشحون مؤخرا عودة للبيان والذي نسب إلى حزب مستقبل وطن واسمحوا لي أن ألتزم قدر الإمكان بنصه والذي اجتمل على أكثر من 12 خطأا لغويا جسيما وبشأن ما نشره هكذا يقول البيان حزب مستقبل وطن عما نشره على لسان مرشح الحزب بدائرة مركز بنسويف السيد المهندس طارق مخيمر شعب بنسويف الكريم إنما نشره على أحد الصفحات أرى الطبعية هي على إحدى الصفحات جميع الهمزات والسكتات كل هذه ليست موجودة من الأساس في هذه الورقة على أحد الصفحات على لسان المهندس طارق مخيمر بأن الحزب أجبره بالتاء هي بالطبع بالهاء على دفع مبلغ ثمانية مليون جنيه لا يوجد شيء في اللغة العربية اسمه ثمانية مليون جنيه هي ثمانية ملايين جنيه للحزب نحيط سيادتكم علما بأن المذكور دفع مبلغ ثمانية مليون جنيه أيضا تبرع للحزب وهنا تأتي الكارثة بمحو إرادته وكان المقصود بمحو إرادته وكأنه يمحو الإرادة وليس بمحو الإرادة وبدون أي ضغوط أو إجباره وأيضا هنا خطأ آخر على ذلك والحزب يحمل كافة المسئولية عن ضياء أحد المقاعد المهمة ببني سويف ويرجع ذلك إلى عدم قبوله بالشارع وهناك خطأ لغوي آخر أيضا في هذه الكلمة بالشارع السويفي وعدم الدراسة المستفيدة لشخصيته قبل بدء الانتخابات نظرا وهنا تأتي كارثة أكبر حتى من كل الكوارث لضيق الوقت هم من كتبوا في هذه الورقة وهذا البان لضيق الوقت بالدال والياء والقاف بدلا بضيق الوقت بالضاد حفظا كانوا يقصدون حفظ الله لكن كتبوا حفظا حفظ الله مصر وشعبها ونجدد العهد في دعم جهود السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الوطن ومقدراته وفي النهاية تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر يذكر أو يذكر أن دين عبد الكريم أمين إعلام حزب مستقبل الوطن صرحت بأن الحزب لم يصدر أي بيانات وعصف البيانة المتداول بالمفبرك على حد قولها على الرغم من أن الكثير من منصات التواصل الاجتماعي تؤكد على أن البيان خرج من مستقبل الوطن وقد تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عددا من المقاطع التي توضح استخدام المال السياسي في عدد من اللجال الانتخابية في محافظات مصرية عدة وكان من أبرزها ما يخص مرشحين من حزب مستقبل الوطن فلنتابع كمّل توزيئة حبيبي يلا كمّل توزيئة بس صمتهم كمّلوا توزيئة عربية مين دي يا جماعة وصح كده دي عربية أستاذ الحمامي المدرس الفاتر صاحب المدارس الأستاذ الدكتور صاحب المدارس دون اللي قالوليك على الفلوس هوا تمردوش يدون حالي يعني ددي صوتك مبلايش الدحك عليك الخلاص مصبوا عليك المعنى قالوليك هنبديك الفلوس وانت حبزيهم وورجايتي ملقيتش فلوس عين عين مصبوا عليك المعنى مصبوا عليك المعنى أنا دارت مين تستغلوا حتى اللاس مصبوا عليك المعنى مصبوا عليك المعنى مصبوا عليك المعنى جرى الحديث عن هذه عن مال السياسي أو ما يسمى بمال السياسي الذي يدفع في هذه الانتخابات ضيوفك تحدث وعلى أنه لا يوجد مال سياسي نحن الآن أمام حالة اعتراف اعتراف من المرشح بأنه دفع 8 ملايين 8 ملايين نعم واعتراف من الحزب بأنه خذ بالفعل هذه الملايين على أنها تبرع الحزب الحقيقة أو ما يسمى حزب مستقبل هو تعبير عن الحالة هذه الأخطاء اللغوية هذه الأخطاء في الإملا هذا الأداء بشكل عام هو تعبير عن الحالة التي أنتجت خطابا سياسيا قبل ذلك تحدث على الصواريخ البلاستيكية هذا الشيء من ذلك تعبير عن حالة القضاة التي نرىهم قبل كده والواحد فيهم يقرأ البيان أو حيثيات الحكم في المحكمة وحصل من ثلاث قضاة بعينهم في القضايا التي تعرض أمامهم وبقوا مصخرة المساخر وهما هذا تعبير عن هذه الحالة الحقيقة نحن قدام حزب هو لا حزب وقدام أموال دفعت المهندس طارق المخيم الذي لا نعرفه الحقيقة واحد دفعت 8 مليون جنيه على 20 خاطر هناك دفعت 10 و20 و30 وناس دفعت 5 هذا أمر نعلمه جيدا إنما لدفع 8 مليون دفع 8 مليون على 20 خاطر وعلى 20 خاطر سيعمل إيه وعلى 20 خاطر مقابل إيه وإيه هو الحزب التي تدفع له هذه الملايين أحنا بدأنا أنا ما كنت موجود في تجربة حزبية قبل ذلك لم نشاهد هذه الملايين التي تدفع بهذا الشك ولم نشاهد الأداء المترحل السيء الرديء كما نشاهده الآن كنا في أيام المد الحزبي وأيام انخفاض هذا المد الحزبي إنما لم نشاهده الحقيقة هذا الأداء المترحل الرديء السيء كنت لدي الكثير من الأسئلة لكن يكاد يكون الوقت انتهى بالفعل أنا مشكرك شكرا شكرا سليم عزوز ولانا وقفت المسألة المسألة مشاهدين الكرام المسألة مستمرة يلتقيكم زميني مجايد شرارة بعد قليل واتساع دائرة رفض الشعبي والرسمي في دول عربية وإسلامية عدة احتجاجا على تطاول الرئيس الفرنسي على الإسلام وبريس تدعو رعاياها في دول إسلامية لتوخي الحذر اشتركوا في القناة